باسل بارك الله فيها تقول بالنسبة للسجود على الكرسي لما أومئ في السجود والركوع تقول لي تحرك الجسم ولا الرأس أم باسل أحسنتي والله على هذا السؤال لأني انقدح في ذهني شيء وهو التنبيع على أحوال كثير من الناس اللي يصلون على الكراسي للأسف يخطئون يعني بعض الناس اللي يصلون على الكراسي أنا شفت بعيني إذا جاء يسجد قال هالشكل كأنه يريد أن يطير يقول هكذا بالهوى وشيء يعني كبار في السن يخشى يعني نخشى على أن يسقط من وين جاب هذا الله أعلم هذا غلط كذلك بعض الناس الآن لما يجي يسجد يميل بجسمه كامل حتى يكاد يوصل ركبته هذا غلط الإيماء يكون في الرأس الإيماء يكون في الرأس ما يكون في الجسد الآن جيد خلصت من الفاتحة و سورة جيد تركعين الله أكبر سبحان رب العظيم شفتي رأسي كيف سبحان رب العظيم سمع الله لمن حميله جيد تسجدين الله أكبر اتنزلين أكثر هذا يعني للسجود الله أكبر الله أكبر هذا السجود تنوين به السجود أما قضية أن بعض الناس يميل بجسمه و يترك حتى ظهره عن الكرسي يترك ظهره هذا غلط هذا مو من السنة الإيماء بالرأس ما يكون بجذع الجسم و إنما يكون بالرأس